حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيدف من محاولة الدخول في حرب مع روسيا مشيرا إلى أن بلاده ستدافع عن مصالحها ووحدتها بكافة الوسائل وأكد ميدفيدف استعداد روسيا للدفاع عن الأراضي التي تقع تحت نفوذها بكل الوسائل بما في ذلك الأسلحة النووية الاستراتيجية في حال لازم الأمر مضيفا بأن قرار إجراء الاستفتاء في دونباس لا عودة عنها كما أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف بأن وضع العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا بعد الإعلان عن التعبئة الجزئية في روسيا لم يتغير ورفض بيسكوف تسمية العملية بالحرب بعد خطوة التعبئة مشددا على أنها عملية عسكرية خاصة في السياق ذاته وصف الكريملين التقارير عن نزوح الرجال في سن التجنيد من روسيا بعد إعلان الرئيس فلاديمير بوتين عن تعبئة جزئية بأنه مبالغ فيه وسيجري وزير الخارجية الروسي استدعاء 300 ألف جندي احتياطي في إطار التعبئة الجزئية أما نائب وزير الخارجية الروسي سيرجير يابكوف فقد أعلن عن موافقة موسكو على تعيين لين تريسي سفيرة للولايات المتحدة لدى روسيا وأشار إلى أن المسألة بين يدي مجلس الدوم حاليا للمصادقة على القرار وفي هذا السياق أكد ريابكوف بأن موسكو تأخذ على محمل الجد إشارات واشنطن لتحسين العلاقات كما اعتبر الرئيس الفرنسي إمانويل مكخان بأن تهديدات الرئيس الروسي بلاديمير بوتين ترمي إلى تذكير الجميع بأن روسيا قوة تمتلك السلاح النووي وأكد مكخان بأن الواجب لا يحتم على بلاده مهاجمة روسيا على الإطلاق مشددا على أن باريس لن تدخل في لعبة التصعيد والحرب وفي سياق متصل شدد مكخان على أن فرنسا متمسكة بخطتها التي ترتكز على مساعدة أوكرانيا لحماية أراضيها